اشتركوا في القناة الشعور بالضعف والعجز والانقطاع انا امثل لكم مثالين مثال فردي على صعيد فرد ومثال على صعيد امه المثال الفردي احنا الله سبحانه وتعالى خلقنا من ضعف من بعد ضعف قوة وجعل من بعد قوة ضعف احنا في حالة الشباب هذا مثال فردي الفرد في حالة الشباب الى حالة من الغرور هذا الشاب يحتاج الى صفح اكو بعض الافراد في حالة النوم ما ينتبهون لا بد ان يصفعوا حتى ينتبهوا واذا بالامراف واذا بالمشاكل الاجتماعية واذا بالمعوقات التي تلم به من كل جانب هذا دا يقاوم هذا الشاب يشوف مشكلة يقاوم ايضا يوقع في مرض يقاوم ايضا ولكن شيئا فشأن شوية شوية يبدأ باليقضع شوية شوية يفتح عينه الى ان يصل الى منتهى درجات الضعف شايفين بعض الشياء حتى اكل ما يتمكن يأكل حتى حركة ما يتمكن يتحرك حتى عينه ما يتمكن يفتحه في بعض الاحيان حتى التنفس هذا التنفس اللي لا نشعر بقيمته حتى التنفس ما يتمكن يتنفسه هذه الكلمة اللي نقولها لا حول ولا قوة الا بالله يعني احنا كل شي ما نملك هناك واحد في تلك اللحظات يشعر بالضعف والفاقع والفاقر ويلتج الى الله سبحانه وتعالى هذا الشعور مهم جدا هذا الشعور يهيئ الارضي حتى الرحمة الالهية تنزل على هذا الانسان المثال الثاني وجاءهم العذاب في الحديث حتى وصل العذاب الى ايديهم يعني هالشكل العذاب اجا قريب هذا العذاب الذي انذرهم به النبي نبه ركضوا راحوا الى عالمهم ذلك العالم يقال له روبيل ماذا نفعل عالمهم روبيل قال لهم اذهبوا الى الصحراء العذاب بعد جاي روحوا الى الصحراء فرقوا بين النساء واطفالهن النساء في مكان الاطفال في مكان فرقوا بين البهائم وأولادهن اذا صح التعبير راحوا الى الصحراء تضرعوا الى الله سبحانه الامهات يبكين الاطفال يبكون البهائم الصغار تبكي او تتضرع الله سبحانه وتعالى رحم ضعفه وعجزه الله سبحانه وتعالى يقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين الله سبحانه وتعالى رحم ضعفهم بعد ان التجأوا اليه وكشف عنهم العذاب ومتعهم الى حين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة